اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في شرق السعودية في الدمام نقرب اكثر نقرب اكثر احد الشوار الرئيسية شارع رقم 11 وايضا شارع الملك عبدالعزيز وايضا شارع الامير سعود بن جلوي هذا السوق نظرة هامة ونفوق ناخذها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم بنعرفكم على سوق الحب بنفرجكم عليه ونعرفكم عليه وبنركز على اسم السوق على اسم السوق سوق الحب في الدمام يعتبر اول سوق نسائي في الدمام تم تشيده في عام 1365 للهجرة وكان في بدايته اشتهر بالمقاهي الشعبية ويقع السوق في حي الدواسر وبجانبه وكان يعرف بشارع الثامن عشر ثم تحول الى مسماء سوق الحب بفتح الحاء نسبة الى بيع الحب والمكسرات في ذاك الزمان في بداية السوق ومع مرور الوقت سوق الحب سوق الحب لين تغير الى سوق الحب بظام الحاء هذا احد الروايات القوية في مسمى السوق طبعا الناس تقول سوق الحب ناس تقول شارع الحب يعني لما تروح السوق تقول في شارع الحب ناس سمي سوق ناس سمي شارع وهو في الحقيقة هو سوق احد اسباب التسمية ناس تقولون من الحب اللي هو الفخار نسبة الى صناعة الحب في السوق كان قديما يصنع والبعض يقول سبب التسمية بسوق الحب نسبة الى عدد عدد محلات الذهب الموجودة فيه وناس تقول نسبة الى انه سوق نسائي وفي محلات ذهب فهو سوق الحب من المحبة وليس من البغض الحب عكس البغض فاهم ما يباع في سوق الحب في الدمام المجوهرات الذهب المصوغات الجلدية من حقائب وشنط صفر وحقائب نسائية وايضا احذية كذلك الاواني المنزلية ومن اوائل باعة الاواني المنزلية هو عبدالعزيز الدوسر المكسرات والحب تقدر العروس تقضي في هذا السوق كل متطلباتها او اغلب احتياجاتها كذلك الهدايا التذكارية الملابس جميع انواع الملابس سوق في الحقيقة متنوع هذه ابرزها وكذلك في بعض المحلات يكون انا نسيتها لكن هذا ما يحضرني تاجر الجملة يجي فيه ايضا انت بغت تشتري بالمفرق او بالجملة تقدر تشتري في الحقيقة يستحق الزيارة قريب ايضا من امارة منطقة شرقية قريبة من هذا السوق ليست بعيدة من سوق نظيف سوق هادئ وفي حركة تسوق فيه ايضا مولات داخل السوق يوجد مولات داخل السوق مجمعات تجارية داخل السوق بامكانك مثلا في فصل الصيف تقول حر هذا تتسوق داخل المجمعات وممكن تجي في الصيف في فترة الليل يكون الجو احلى من النهار قد يكون في حرارة السوق يفتح صباحا تقريبا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الـ 11 عشر من الليل او الثائد يعني بدأت الصباح بدأت صباح حوالي الساعة 12 في الليل او الـ 11 في الليل يعني نقدر نلقو الراسمية من الساعة التاسع صباحا او ما قبل التاسعة الى الساعة الحادي عشر مساء السوق واسع كبير هذا أبرز ما فيه هو أبرز البضائع التي فيه وهذا أبرز التسميات كان قديما أيضا السوق محاذي للبحر قريب للبحر لكن مع التوسعة أو الدفن صار السوق شوي بعيد عن الشاطي والله كان قديما يذكرون الكبار السن القدامة في سوقنا كان على البحر أو قريب من البحر أنصحكم بزيارة هذا السوق لأنه يعتبر أحد معالم الدمام وسوق متنوع أسعار تنافسية أسعار حلوة جميلة أرخص من المجمعات أيضا به سوق جملة ومحاط أيضا بأسواق أخرى وبالمناسبة السوق فيه مجموعة كبيرة من أهالي الأحساء وخصوصا الصاغة أغلب محلات الذهب اللي تكون كلها فهي من صاغة ذهب الأحساء في الأصل صاغة ذهب الأحساء ومن سكان سكان الدمام القدامة هذه بعض البضعات التجارية الخارجية بعض البسطات يوجد بعض البسطات طبعا في فترة الأعياد يكون والمواسم يكون زحمة شديدة جدا على السوق ويعتبر السوق الرئيسي في الدمام هو أقدم سوق في الدمام تحديدا أول سوق نسائي تحديدا متنوع طبعا المواقف ليست مجانية لكن سعر رمزي يعني انتهى تقريري عن سوق الحب في الدمام سعدوني باشتراككم معاكم أخوكم عقيد بحراني في أمان الله موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر